موسيقى على كل حال حتى لا أنسى يعني تغطل لأفكار رحيمة مع المنبر فأريده أن أدليه وأن أعربه عنها شيخ القضاوي رحمة الله عليه وغفر الله له موته كان استفتاء إلى الآن لم يلتفت الناس إلى هذا موته استفتاء واستفتاء خطير جداً وحساس وحاسم كمان استفتاء على ماذا؟ وممن؟ من الجميع من الأمة بكل أطيافها من أمة محمد من المسلمين استفتاء ستقول لي كيف استفتاء وماذا نتيجة الاستفتاء؟ نتيجة الاستفتاء خش أدخل على اليوتيوب وخش على المواقع وعلى تلفزيونات موت الرجل لم يثر عشر معيشين ما كان ينبغي أن يثيره موت الرجل في مثل مقامه وفي مثل وزنه استجابة واهنة ضعيفة جداً 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 أنا لم أكن أصدق على أنني لم أستغرب لماذا؟ لأنني قبل وقت ليس بالطويل صدمت بوقوعي على حلقة من حلقات برنامج كان يعني أبثت قناة الجزيرة للشيخ رحمة الله تعالى عليه اسمه على ما أظن سياسة في دين ومن سنوات هذا وإذا بحلقات البرنامج ودخلوا أنتم ندخلوا واختبروا حلقات البرنامج بضعة بضعة آلاف فقط ومن سنوات طويلة بضعة آلاف يحضرها بضعة آلاف وتبثها الجزيرة استفتاء أيضاً هذا كان استفتاءاً سكت عنه سكت عنه كيف بضعة آلاف؟ سياسة في بضعة آلاف وعلى موقع الجزيرة حلقة يا حضرها بضعة آلاف أربعة آلاف خمسة آلاف ستة آلاف ثلاث آلاف عشرة آلاف تسعة آلاف قليل لقيت عشرة آلاف استفتاء واضح موته الآن رحمة الله عليه وغفر الله له استفتاء آخر أوضح وأخطر أخطر بكثير لم يثر موته عشر معيشير ما كان ينبغي أن يثيره موت مثله لماذا استفتاء؟ الأمة تقول لك ازهقنا مللنا تعبنا من هذه الطروحات من دمج الدين بالسياسة والسياسة بالدين واللعب بالأوطان وبالاستقرار وبالأمن وبحياة الناس بدماء الناس بأدياننا بكل شيء مللنا تعبنا لذلك استفتاء موته استفتاء برنامج السياسة في دين كان استفتاءاً رهيباً لم يلتفت إليه وبرنامج في سبع سنين الذي بثته الجزيرة وأغضب برضه زعامات الإسلام السياسي وغضبوا جداً وسبوا الجزيرة وسبوا قطر على أن البرنامج برنامج توثيقي مع عشرات من شباب الذين كانوا في الإسلام السياسي وانتهوا إلى الإلحاد مش كافروا بالإسلام السياسي كافروا بالدين كله فالآن الناس وصلت تقريباً إلى مثل هذه الحافة الرهيبة بعد ذلك لن يجديكم أن تصف الرجل بأنه أم فيه رجل وأنه الوارث المحمد الكامل وأنه كلام أنتم تتكلمون أنتم تخاطبون أنفسكم